هو الكلام اللي انت بتقوليه ده كلام ناس هوية شوية يعني احنا مبارح جزء من حلقة مبارح كنا بنقول الاهلي من اللحظة اللي انتهت فيها مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا والمكاسب حدس ولا حرك زي ما بنقول وكلمنا انه المكاسب فيه المشاركة في بطولة زي دي مش بس مكاسب رياضية يعني كونك تشارك تطلع اول تطلع تاني تطلع سادس دي قصة وانك انت تحقق ريكورد وتدي مساحة الجيل كامل مشاركش في بطولة كبيرة بالحجم ده وملعبش مباراة رسمية مع اندية بالحجم ده ده في حد ذات ومكسب نهيك طبعا على المكاسب الاقتصادية الكبيرة جدة اتحقققت مكاسب البطولة دي وصل ستاشر مليون دولار رقم خيالي بالنسبة لاندية المصرية يمكن بالنسبة النادي زي باي ميونخ او زي اه يعني اندية اوروبا ما هواش رقم كبير قوي وبياخدوا طبعا في بطولات محلية وبطولات خرية هناك نفس الارقام دي يمكن اكتر لكن بالنسبة لاندية افريقيا وبالنسبة لاندية اسيا وبالنسبة لكونكا كافلة فيه ارقام كبيرة جدا كمردود اقتصادي الناحية التجارية اسمك لما يتحط في بطولة العالم وتكون النادي الوحيد اللي بيمثل قاتل افريقيا بتمثلها بتمثل ست مرات رقم قياسي لا يتفاق عليه سواء اوكلان سيتي ده في حد ذاته ليه قيمة وليه مرضود وليه تسويق حجم الشعار المرضود بتاع الشعار النادي الاهلي لما يتم استغلاله وبعد مشاركته في بطولة دي في حتى تانية خالص فاحنا بنتكلم على سكيل تاني على مستوى تاني خالص مش هشغل بالي هشغل بالي بكراستنا وكراستنا بتقول عندنا مطش مهم جدا وكل ما بيقرب على فكرة معادل مطش بحيث شوية للأسف شديد انه يعني انه فيه استسهال او انه انه احساس انه المباراة مضمون انا الحقيقة مش متطم من القصة دي وحاسس انه خدوا بال حضراتكم اه ممكن يكون الدحيل مش في افضل مواسم او افضل موسم ليه مقارنة بمواسم كتير سابقة قبل كده نتائجه السنة دي فيها مشاكل عنده مشاكل في خطوطه ده حقيقي لكن قصة المشاركة في كاس عالم عندها دي قصة تاني خالص مالهاش علاقة بمشواره مالهاش علاقة بعدد الاهداف اللي تلقاها مالهاش علاقة بنقاط الضعف اللي عانى منها على مدار السيزن لو جبنا النهاردة اي نادي في العالم ودناله فرصة المشاركة هتشوف مستويات اداء مختلفة تماما هتشوف العيبة عندها دوافع وحوافز كبيرة جدا انها تتعلق في بطولة العالم كله بيتباحة شئنا مقابينا اوروبا بتفرج عليها امريكا بتفرج عليها افريقيا بيتباحة كل الاندية النهاردة عندها الرغبة في انها تشارك وكل اللاعبين عندهم رغبة كبيرة حلم كبير لأي لعب كرة قدم انه يكون موجود في محفل زي ده وبالتالي لما يكون موجود توقع انه المستوى يكون فيه اعلى قمة توقع انه المرضود يكون فيه احسن مستوى وبالتالي المواجهة ليست بالسهلة على الاطلاق وخصوصا كمانك بتلاعب صاحب الارض والضيافة ودي بالتأكيد بيكون لها تأثير شوية حتى وان كان فيه الروح المعنوية او الحالة المعنوية لللاعبين على كل احوال هنتابع النهاردة تاني ايام الاهلي في المونديال وهنشوف اخر اخبار الفرعة ونشوف النهاردة كان فيه اكتر من موضوع مهم من صلة الضوء عليه ونقدم لحضراتكم صورة كاملة عن تاني ايام الاهلي في المونديال على الواقع